ممكن نكلم الدكتر إيهاد تفضل يا سارة عليكم السلام يا سارة أهلا وسهلا أنا مشكلتي أنا عندي ولدين توقم اسمهم أحمد وأنا عندهم سنتين ونص دلوقت تعمل مشكلتي معهم كذا مشكلة حيحاول أختصر على قد موضر يعني هم مشكلة أقوى مشكلة هم يعني شؤائي جدا فروحنا لجماعة تعديل سلوك فقالولنا ان هم عندهم فرط حركة وقالولنا ان هم عندهم مشكلة ثانية مع فرط الحركة اللي هي خلل حسي لأنهم على طول في البيت ما سيردوش يستحملوا اللبس على جسمهم على طول الـ 24 ساعة لقواهم بيقلع أخضمهم مش مستحملين اللبس على جسمهم ويقفش يلبسوا اللبس الأول بدأت بالبانبرز والشورت بتاعه بعد كده بدأت باللبس من فوق ده العلقة بالحر أو كده بدأت من الشتاء اللي فات عندي ابني أحمد بدأت من الشتاء اللي فات كان في هايز الشتاء يقلع ويقامش عايز يلبس البانبرز وعايز يلبس الشورت بتاعه وانتوا تعملوا ايه؟ فلما ربت الجماعية بتاع التعديل السلوك ديت قالولي ان دوت محاجز مها خلل حسي خلل حسي اه طب ولما بيقلعوا بتعملوا ايه؟ انا طبعا كنت الاول بدأتتكلم معاه كان طبعا لفة سنة ونص ما كانش بيقدر يسرم التلام اللي انا بتتكلمه فبدأت طبعا اتعصب لاني حباك خايفة اتنين توقام وكل خمس دقايق بيجي قالا فانت عايزة بقى الاربعة وعشرين ساعة تلبسي بقى طيب ده واحد دمنا اتنين وبعدين كمان لسا صغيرين فما تعودوش قاضي والتالت فبيعملوا الحمام في اي حسة بقى لما بيقلع يعاني الله يكون فعونك طيب قلع اه دمه وخلل حسي طيب بص اه فقالوا برضو قفرت الحركة لانهما بيناموش بالليل كويس بيقصاروا كل حاجة شقاي ما بيقاعدوش خالص يعني انا احمد وانت ما بيقاعدوش خالص في اي حاجة طيب داية ما بيبقى فيه واحد اهدا من الشيطاني فمفيش دة عندك لا خالص turtle song العابر المشكلة التانية ايه المشكلة التانية عندي ما بينتبهوش لأي لعبة للتلفيزيون الانتباه والتركيز بقى ما بينتبهوش عندي مثلا الاغاني اللي هي Или قناوات الأطفال الكارتون اه التلفزيون اللي هو مثلا لو جاء إعلان أو أي حاجة يتفرج عليه دقيقة ويرجع يلعب طبعا اللعبة نط من السرير نط من الكنبة للكنبة ده اللعبة اللي هو مثلا بيتكلمه بيتكلمه مثلا اللي هي البلونات اللي بيلعبه هي بيتمسططه عليها ديات ياخدها وسيلة أنه هو يجيب الحاجات من على الميش أو كده قصر لي الميش وبيكسروا الدنيا كلها طب قوليه اللي بيتكلم برضو مشكلة الكلام يعني هو بيتكلم بس متأخرين في الكلام يعني بيتكلمهم مثلا جملة من كلمتين يقولي بابا جه النور قطع بيقول قسميهم يعني هم متأخرين طبعا شوية بس بيسمعوكي وبيفهموا كل حاجة أنت بتقوليها فهمين كويس جدا مخهم ذاتي جدا وبيعرفوا يعملوا كل حاجة هم عايزانها بيعرف يفتح الباب ويقفل الباب ويلبس لوحده ويقلع لوحده حاجات اللي هي مثلا في سنهم ما يعرفوش يعملوها يعني ما يعرف يقلعوا يلبسوا بيبصوك في عينك أما بتكلميهم بيركزوا معاكي ألا يعني أنا دلوقتي مثلا أنا أقول له قول كذا يبصيلي ويركز بس باعت ثانية وبيزهق جدا بقى دلوقتي أنا في الجامعات تعديل السلوك ديت بيعملوا تمارين معانا عشان الانتباه وعشان التركيز وبيعملوا معانا برضو تمارين عشان الخلل حسي بس أنا عايز أعرف من الدكتور أنا كده ماشي صح هما بالليل برضو حتى هما ليمين بالليل فرق التمارين عبارة عن إيه يا سارة؟ مجرد لعب مثلا لو مثلا إزازة يحطوا جواها خلة السنان لعب اللي هي مثلا لقطت مثلا يجيبوا خيط ويحطوا جواها الظواير كده طبعا أنا عندي سؤال عايز أسأله لسارة بيحسوا بالألم ولا لأ؟ نعم بالألم بالألم بيحسوا بالألم ولا لأ؟ بيحسوا بالألم وبيعيط لما أنا بضربهم بعيط أنا طبعا بصد تفرفاتهم غلط كتير لو أنا اتضيارت بيلاقي مصايب وكوارث طبعا بصد عني بفقد أعصابي وبضربهم هما الاتنين ببيعيط بيمشوا على ترطيف صوابعهم في الأرض ولا لأ؟ لا مثلا يعري السجادة ويخط نفسه على البلاط ويقعد على البلاط كان في عز الشطة هيعمل كده فعز الشطة في عز التالج يتيل السجادة ويقعد على البلاط وهو قلع هدومه؟ لا ممكن يكون قلع او ممكن ما يكونش قلع ممكن يكون لابش هدومه ويقعد على البلاط فأنا دبقتي أنا محتارة قعد يقولولي وديهم حضانة وبلاش الجلسات ديت وهم في الحضانة حيبقوا كيسين عشان يطلعوا الطاقة بتاعتهم يعني بدل ما هم مثلا في البيت مش بيطلعوا طاقتهم وبرضو عندي سؤال تاني للدكتور اللعبة أنا بشتريها لهم أي لعبة بشتريها للطفل بلاقي مثلا بنت عميته أو كده فرحانا باللعبة ونخفز على اللعبة بتاعتها ونخفز عليها ونخفز عليها ونخفز على اللعبة أو مثلا جبنا بلونة نفخنا البلونة وبتاعه هو يمسك البلونة يفرقحها ويرميها أي لعبة يقصر أو يركز اللعبة أنا شريعة جيد جيد لمدة خمس دقائق وتتكثر وتترمس وما لهاش أي فايدة بنزاله ربنا يهديهم لك يا سارة يا رب ونشوف كده ايه يا دكتور بصي ده لا الموضوع أنا عايز اقول حبيب بصي هو هو هالموضوع صعب اللي احنا سمعينه ده صعب الحالة اللي انت سمعها صعب وصار من صوتها ومن كلامها محتاسة وتوينز بصي احنا قلنا قبل كده يبتلى المؤمن على قدر إيمانه وإذا أحب الله عبدا نبتلاه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه طيب فهو يبدو أن صعر إيمانها كبير ووسعوهم كبير فربنا بديهم حاجة صعبة شوية كويس؟ لكن كل اللي أنا سمعته طبيعي؟ طبيعي؟ هايزا أقولك أصلاً أولاً الجماعية احنا اتفقنا وهي المرجع الأساسي بتاعنا الجماعية الأمريكية من خمس سنين بتقول أو من أربع سنين؟ من أربع سنين فموضوع تصنيف وتشخيص سورة الحركة أو فرط الحركة ونقص التركيز هذا موضوع علمياً خلاص ماينفعش من سنتين الشخص ماينفعش من سنتين نتكلم في ناحية علمية بس المسمى ده اسمه شقاوة عايزة تسمعها يعني حركة زائدة طيب ومع ذلك معنا كده دكتور خلاص يعني احنا موضوع من الواحد لما يسمع التشخيص عنده حاجتين خايف عليهم وفي نفس الوقت بيعاني خايف عليهم لا ما تخافش عليهم لحد سنة اربعة سنين لو استمر نبقى نشوف ساياة نعمل إنما نعمل ايه بقى؟ بيعاني هي في مرحلة المعاناة ليه لأنهم مش واحد والاثنين طبعاً فقد يصل قمر لدرجة تستحيل معها العشرة والحياة هنا الناس بيطفى العظيم بيطلقوا في الـ طب احنا هنا نعمل ايه؟ وقع على الاطفال في صورة إنهم بيعوروا نفسهم بيعوروا بعضهم لا مش هسكت هاستمر إيه جهس المقرر بيطفت كده أو إذا سيبك منيش فداهم بس الفكرة إنه لو الأم هتتجنن هيجرى لها حاجة إنه لا لم تستطع أن تتحمل هنا لابد فهم التدخل عندنا أولاً قبل برضو ما أنت متجيش قولنا قبل كده ما نحطش الحاجات اللي فيها بوز والحاجات اللي فيها إزاز والحاجات اللي تخاف عليها لازم المكان يبقى آمن طبعاً فأنت عارف دائك فأول حاجة بتلعب فيها البيئة البيئة تبقى آمنة والسجادة عاملة زي السوف اللي عامل كده حاجات صوفت وخداديات مش عارف إيه يقع يضخبته هقلل كمية الآلة اللي أنا فيها شوية ده بالنسبة لصرع الآلة أنا دي حاجات اللي كفت فيش نيش خالص في بيت في عياد كده حبتوه في قوضة تامية في رعب وقتصرفه مش لايق على الوضع التويز واللعب اللي هما بيلعبوا فيها ده حتى التلفزيون أنا خاف عن الريموت وخاف عليهم وخاف عن حاجات كتير زبط بيتك أعمل ديزاين بيتك بيسموت شايل بروف ضد مخاطر الأطفال عليهم وعلى البيئة دي أول حاجة دي حاجات مهمة يا صار حاجات مهمة جداً السجدة مجيش تحطيلي الموبايل والإزاز وكل يوم يتخبط ويتعور تقولي أنا عندي مشكلة ما انت بتصمي البيت الحاجة التانية طبعاً أحياناً برضو خليكي فاكرة حتة السكريات والوجبات والأكلات اللي باكلوا الحاجات الحلوة بتهايبر أكتر انت لو صورتي ابنك يا دعاء وهو واكل شوكولتاية قبل وبعدها بربع الساعة صوري فيديو على الموبايل كده وشوفي الأداء شوفي موده عامل ازاي شوفي حركته عامل ازاي اندفاعيات الشوكولتات والحلويات هما ثلاث حاجات أساسين الصناعيات والسكريات وطبعاً كان فيه كلام على منتجات الألبان انه بس في ناحية اللغوية أكترين هو عنده من ناحية اللغوية بس بنقول قننوهم او انت عايزة العيل يناموا تدوم السكريات قبل ما يناموا على فكرة بيساعد على القرق شوية وبساعد على الحركة الشديدة هكت تكلمتني مرة قبل كده في موضوع القهوة للأطفال في السن الصغير ده على ذكر الحاجات الغذائية فعلاً اي حاجة فيها دعاء بون سبعين في المية وده كلام كتاب دكتور نيلسون اللي هو من أهم أطباء الأطفال في العالم الرجل مات بس كتابه مخلد وكل أطباء الأطفال لحد النهاردة بيتتبعوه قال في أحد الشابتر تحته ان القهوة بتقلل الحركة وترفع التركيز وتهدئ روع الأطفال ومنهاش ضرر زي ما الناس منتصورها القهوة ظلي ممت يا لسه واحدة صاحبتي دلوقتي بتقولي لا ده أنا مبردشت دي البنت اللي بيسكفي ولا أهوة أبداً وعشان هي هيبارة في الباص ومعرفش إيه وكده اللي أنا متأكد منه إن الشايلة الشايلة إنها بالأهوة يعني تنصح بإنها تاخد أهوة بيسكفيه كامانشين والحاجات اللي هي كده دي تدي للولاد من الحاجات دي هيهده بعكس الكاكاو وما تديش كاكاو ولا حاجات حلوة ولا الشوكولات ولا كده مش تمنعهم بس تقللهم تقنينهم طب إيه موضوع الخلل الحسي ده هنا بقى بس آخر حاجة عايز أقول لنا من نسبة ده إنه قد نلجأ للاج الدوائي في أدوية فيه مفيش 3-4 أطارات هما المسموح بيهم للعالم قبل سن 4 سنة حاجات كده زغزاغة بسيطة كده تهدي شوية دي بعض الأمهات يعني بس لو أنصحهم بالاستمرار في ده استخدموا أنت عارفة مضادات الاستميم بتاع البرد على أساس يعني يسطل العائل شوية تدلوا دوا دوا برد قوم نايم عارفة مش أدواب نايم حاجات كده بالشكل ده ماشي بس الإطالة والاستمرار أو تحول هذا إلى عادة لا مضرر بزكاة الطب طبعا وبصحته طب إيه موضوع القلع ده بتاع بيقلع وينام على البلاط وهو سائع أولا خلينا نتكلم بزرعة أنا نفس كلنا مرنا في فرق بين إنك إنت بتاع من حكا عشان تغيز منطق وعلشان بتعند معها وتغلس عليها ومجنمين الست الولادين يعني خلوها خلاص وبين الخلق الحس الحقيقي بص أنا عندنا أو التكامل الحسي ده موضوع لازم يعني بيدرس حقيقة قلت سألتها وما بيحسوا بالقلم أنا بحاول أزغزغ من ورا كده حسوا بالقلم أنت مش كل طفلة نمع على البلاط ما عنده تراب حس يا دعاء مش كل طفلة حتى لو قلع في الشتاء وقدام المكايف ده هما القمات بتبقى تقولي يا حبيبة جيلك برد ما ينفعش كده ويبلي نفسه ويبلي هدومه ويجي قدام المكايف كل ده بيحصل يعني اللي عنده خلل حسي ده ما بيحسش بالقلم لا يعني عنده خلل حسي انت عندك حواس خمسة سمع شم بصر تذوق لمس ده بتكلم عن لمس توازن فيبريشن، ألم كل الحاجات دي هما بيحسش دراسة مسحية كاملة لكل جهاز الحسي العصبي للطفل ده مختلف عن الجهاز الحركي وفيه أساتذة أو دكاترة أطفال متخصصين في جهاز الحسي بس يعودوا كده يمسيكوا تقرير ويدرسوا الولد ويمرروا بتجارب معينة زي الورفة الحسية اللي كنت بتكلم عنه وتقامل تاست القوي مش موضوع قلع الهدوم ده ممكن يبقى مؤشر لأنه عنده خلل حسي ده ليس قريرنا في حد ذات الواحد وكده عن دوم التراب حسي وهي قلب بقالده معها فخلاص القلب بقى كده عندها التراب حسي كلمة كبيرة عاوي عايزة تروح تروح للأماكن معينة متخصصة فيه مثلا جمعية نداء جمعية نداء فيها غرفة حسية فيندي جمعية نداء دي جمعية نداء في مدينة مصر جمعية نداء في مدينة مصر بس مشهورة اهو الجمعية دي يعني الغرفة الحسية تكلفت بناءها من 100 إلى 150 ألف دولار عشان تعملي تاستنج للطفل هم بيدفاعوا كتير لا 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 قصة زكية تكلف حوالي يعني 300 لربوين جنيه بس عشان تعملي تاست وهيطلع تقرير عشان تفهم إذا كان كان عنده خدر الحسية بس لطبعه بشكل علمي بكاته فيها دكتوراه وماجستير وحاجات ويتكتب بقى تقرير وتوصيات والله إذا وجدوا أن الطفل عنده مثلا التراك في حسية اللمس مش حشز بالبرودة والسوقية ولا الألم ولا كذا ينصح له بعمل كذا 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 وهما بيعملوا الجلسات دي والجلسات دي رخيصة لكن أنا فوقت طيب موضوع الجلسات اللي هما بيعملوها مش عارف هيحطوا المكارونة في الحبل يحطوا المعرفش على فكرة ده ملوش دعوة بالحس ده بتكلم هنا على التركيز وبتكلم على الحاجة اسمها التوافق العصبي بالضبط التأذر بين العين واليد هل ده مش مضر لا لا ده لزيز جدا وياريت ولادنا كلهم يعملوه ويعمل وإنها حاجة الناس بينصحوا يقولها بلاش ده وودي حضانة حيك تنصحها أنها تكمل في ده والله الاتنين بس بشرط عدم الاختلاط بالأطفال اللي عندهم مشاكل كبير أولا أن الموضوع ده مؤدي شوية إنما لو علموا الأم بعض الحركات والعقد اللي حطوه في الفاتلة والخلة اللي مش حاجة يعني ايه اختلاط في الأطفال يعني قضي ما تحطيش كل الناس مع بعضها هي تودي الأولاد الحاجات دي ويعملوا تعديل سلوك بس ما يعضوش في وسط أولاد بالضبط تنمية المهارات دي أو العلاج الوظيفي عندهم مثلا مشاكل أكتر منهم وفي مدارس دلوقتي انت عارفة الحضانة نفسها في أقسام مونتسوري اللي احنا كعملنا عليها حلقة طيب آخر حاجة الكلام لما يهدوا شوية الكلام هيجي بالأوتوماتيك ومع الحضانة ولا يدخلوا دخاطهم هو الحقيقة العيال اللي بيتحركوا كتير قوي دول ما بيركزوش كويس جدا لا في الكلام ولا زي ما قالت في التلفزيون فإذا وصل الأمر لدرجة يعني هي بتقولك بصي بيقولك جملة هم عندهم سنتين وشوية وجملة من كلمتين طب ما حلو قوي بابا جيه نور قطع حلو جدا عايزة تكثف يعني لو لقت أنا بقول ما نستخدمش أدوية أو نحاول نرفع التركيز أو كده إلا لو كانت الأمور يعني تصل لدرجة فيها أذى على الطف الأطفال كل يوم واحد متعور هستنى إيه أو أذى على الأم أصبحت الأم نفسيا طبعا وتبدأ زي ما أنت قطي قبل المتخصص متاح لها يا سيتي الأغزاء والقهوة والأهوة الأهوة جرابي كده بموضوع الأهوة ده ما تقتربش غير لما يكون فيه متخصص نبص جرابي موضوع الأهوة ده والبيت الآمن والألعاب اللي هي على سكر الألعاب الكده فيه الكورة الكبيرة اللي بيتنططوا عليها قد عشان التركيز برضو ساعته عشان انتصاص صورة الحركة لا فيه ألعاب متخصصة بس أنا عايز أقوله أنه يعني هي فيه اختبار إحنا لا ننكر إن هي فيه مش سهل هي عندها طفلين ده مش سهل خالص ربنا أويك يا بنتي